طيب الحين راح اشرح T1 و T2 contrast شكل مختصر مرة وبسيط بالبداية احنا بنمار اذا طلعنا image يعني نسميها T1 contrast أو T2 contrast طبعا فرق بينها وبين T1 recovery وال T2 decay يعني اذا قل T1 contrast و T2 contrast أو T1 waiting أو T2 waiting انا قاعد اتكلم عن images يعني images تطلعنا بالمقار و نسميها بهذا اسماء اوكي عشان نفهم الموضوع اكثر خلونا البداية تتكلم عن T1 contrast كيف يطلعنا T1 contrast أو كيف تطلعنا T1 waited image طيب بعد ما نوقف العرف pulse زي ما كلنا نعرف بيصير كل التيشوز recovery و احنا عرفنا ان الفات عند الشور T1 recovery time اقل من الواتر رح نختار TR اقصر او اقل من T1 recovery time حق التيشوز سواء فات او واتر يعني لازم التيار او الوقت ما بين الفيرس اكسيتيشن والسكن اكسيتيشن اقل من T1 recovery للفات و الواتر طيب ممكن نسأل نفسنا ليه السبب بسيط لان بيصير الفات رجعت او حاولت ترجع لنكتدين البلين بسرعة والواتر ما رجع كامل لانه بطيء مرة لانه عنده long T1 recovery time بيصير فيه فرق فاروح اعطي على طول النكست اكسيتيشن بولس قبل ما يصير لهم فولي recovery اوكي فش بيصير الفات بما انها حاولت ترجع لنكتدين البلين فقبل ما ترجع فولي رح اعطي النكست اكسيتيشن بولس فراح تنزل وبتصير اقرب للترانسفير سبلين وبتعطيني high signal لان الكمبونت حقتها تعتبر اكثر بالترانسفير سبلين اوكي والواتر رح تنزل مرة بزيادة تحت يعني تحت الترانسفير سبلين فما رح يكون عندي كمبونت اصلا بالتالي low signal تمام هنا الكلام اللي قلت انعاد يقولك انه as there is more linguitional magnetization in fact before the r of excitation pulse يقصد هنا so there is more transverse magnetization in fact after the r of excitation pulse فبيكون عنده high signal يعني bright او نقدر نقول hyper intense لان قريب من transfer splain والواتر رح يكون dark او hypo intense بالt1 contrast image اوكي اوكي طيب مراجعة سريعة قلنا بالt1 contrast لازم نختار short tr يعني الوقت ما بين ال r of excitation والr of excitation اللي بعدها لازم يكون قصير اقصر من ال t1 time الفات والواتر ليه عشان لا الفات ولا الواتر يصير لهم fully recovery فانا الحق عليهم قبل ما يرجعون كلهم عشان يصير عندي فرق بالsignal واقدر افرق بين التيشوز هنا مثال عشان توضح الفكرة اكثر 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 تخيلوا ان الساعة 12 بالضبط ووقت ما احنا مشغلين r of pulse كل spins fat or water by transverse plane اوكي بعدها بنوقف ال r of pulse بصير recovery صح للفات والواتر الساعة 12 12 دقيقة تقريبا رح يصير لهم recovery رح اطبق next excitation وشوفوا الى وين رح يوقفون هذا الفرق احنا نبيه يعني مثلا انا لو اخترت long tr pr وانتظرت ال 12 25 دقيقة مثلا كلهم بيرجعون للنقطين الليل وبصير لهم fully recovery ولو اجي اطبق next excitation كلهم بيجون عندي transfer plane بيعطوني high signal وكيدا ما رح استفيد شي ولا بقدر افرد بين tissues يعني كل الفات والواتر بيعطوني high signal اوكي طبعا هذا مثال بس يعني لان tr اصلا بيكون بالملية second يعني مو ما يطول اوكي طيب هنا curve t1 recovery الفات والواتر اذذ ذكرونا اه باللاحظ اذا كان tr وقت طويل مرة الفات والواتر كلهم بصير لهم full recovery وبالنهاية ما رح يصير عندي contrast مقبول بس اذا كان وقت tr قصير بيكون عندي contrast مقبول بين الفات والواتر اوكي هنا مثال على t1 weighted image يعني دائما الباسلاين عندنا ventricles اسهل شيء ventricles عبارة عن csf فتكون low signal intensity فعلى طول نعرف انها t1 weighted image اوكي نرجع بالأول بعد ما نضف r of pulse قلنا بيصير t1 recovery وبنفس الوقت t2 decay اللي هو defacing وقلنا ان الفات عندها short t2 decay time وال water long طيب خلونا نشوف شكل spence الفات والwater من فوق لما ضف r of pulse قلنا بيصير t2 decay صح اللي هو defacing فهنا بما ان الفات يصير لها defacing سريع مرة لان عندها short t2 time او short t2 decay time فخلاص transfer components للفات بيصير لها decay بسرعة يعني ما رح يصير عندي components للفات بتransfer plane لان صار لها defacing سريع مرة عرف to axel water الواتر الواتر تقعد انفاز الوقت طويل فبيكون عندها large component بتransfer plane لان defacing بطيء مرة وبما ان الواتر الحين عنده large component بتransfer plane فبيصير عندها high signal وبيكون bright على t2 weighted image والاكس بالفات الفات بيكون عندها low signal ودارك على t2 weighted damage تمام طيب t it must be long enough to give both fat and water time to deface te tell time to peak of signal فانا لو خليت هذا الوقت طويل مرة وعطيت الفات والwater وقت انه يصير لهم defacing فبقدر افرق بينهم يعني لو كان te short كلهم بيكون لسه انفاز بيعطوني بالاخير كلهم هاي signal فما رح افرق بينهم بس لو اخترت long te الفات خلاص صار لها defacing وراحت الcomponent حقتها فبيعطيني low signal اوكي والwater defacing ياخذ وقت طويل فالcomponent حقتها بتكون لسه موجودة وبيعطيني high signal وبصير عندي فرق هنا عندنا t weighted image زي ما قلت نشوف ventricles اسهل شي فبتكون high signal intensity و بتي two weighted damage اوكي وبص شكرا